موسيقى مشاهدين الكرام في كل مكان سعى الله مساءكم وأهلا وسهلا بكم في هذا اليوم الذي يأتيكم مباشرة عبر قناة البلاد نفحة من النفحة الوطنية في هذا الشهر شهر الانتصارات وشهر الفوز وشهر الثورات شهر نوفمبر العظيم كيف لا؟ والعظيم بثورة حررت البلاد وحررت العباد إذن 67 سنة تمر على اندلاع ثورة الجزائر وثورة المليون ونصف المليون شهيد ثورة جعلت من الجزائر كعبة للأحرار أو كعبة للثوار وقبلة للأحرار أو كما قال عبد الرحمن الثعالبي إن الجزائر في أحوالها عجب ولا يدوم بها للناس مكروه ما حل عسر بها أو ذاك متسع إلا ويسر من الرحمن يتلوه إذن أجدد بكم الترحاب في هذا اليوم المفتوح بمناسبة الذكرى السابعة والستون لاندلاع ثورة التحرير في هذا الفضاء وفي هذه المحطة وفي هذه المرحلة يكون ضيفي السيد عيسى بن الأخضر مستشار رئيس الجمهورية المكلة بالجمعية الدينية أهلا وسهلا بك سيكاً شكراً جزيلاً على الدعوة سنحاول أن نتكلم في هذه الدقائق على بيان أول نوفمبر عن القيم وعن الثوابت الوطنية والقيم العقائدية التي غرصها هذا البيان عن الشباب الذي دفع نفسه وأعطى نفسه وأعطى كل ما يملك في سبيل تحرير وطن نحن ننعم اليوم ونعيش في كنفه وفي كنف أمن واستقرار ضح أيضاً من أجله دال آخرون استكمالاً لمسايرة بناء وتشييد والحفاظ على لسالة الأباء والشهداء بداية سيد عيسى بن أخضر الجزائريون اليوم يحتفلون بالذكرى السابعة والستون لاندلاع ثورة أول نوفمبر نعم بهذه المناسبة نتقدم إلى شعب الجزائري بالتهنئة فهنيئاً لكل جزائري يعيش الاستقلال ويتمتع بالسيادة وينعم بالحرية بهذا البلد العميق في تاريخه ومقومات هويته القوي بصلابة مرجعيته والمفتخر بما ورثه أبؤه وأجداده ليس بما يملكه هذا الشعب من مقدرات وخيرات وثروات في باطن الأرض ولا بما يملكه من زخم تاريخي من رصيد قيمي من ثورات عبر التاريخ سمع بها الشرق والغرب نعم أنت تتكلم على رصيد قيمي وشرارة اندلاع الثورة التحريرية كانت ببيان أول نفنبار ما هي القيم والثوابت التي غرصها هذا البيان والذي جعل منهجاً لبناء اندلاع الثورة ولبناء الجزائر الجديدة شكراً جزيلاً أولاً يعني أقول أن هذه الثورة التحريرية المباركة التي دامت مدتها سبع سنوات ونصف هي في الملمح الأول هي خلاصة وعصارة وشوطن أخير في مسار المقاومة منذ دخول المستدمر الفرنسي تلاته وثلاث وثلاثين سنة ثانياً هي ثمرة جهود مداد العلماء وصبر ومكابدة الشعب الثابت متمسك بأرضه وعاشق لحريته ووفي لأسلافه ثالثاً هي نتيجة محطة نهائية لجهود السياسيين المتعددة عبر فترات عديدة وجهود المصلحين وجهود الصلحاء والمربين فكانت هذه الثورة الثورة جيدة سبع سنوات تأتي ببيانها العظيم هذا البيان الذي كان لحد كان ولا يزال وسيظل هو الدستور الحقيقي هو لب الدستير الجزائرية بما تضمنه من مبادئ من معالم هوية من منطلقات من طابع الدولة الزائرية من تحديد العدو وتحديد الأنا فكان هذا البيان الذي شاركت فيه إذا تعبر عن ضمير الجزائر بتاريخها والجزائر بعنقها التاريخي وبعدها الحضاري والجغرافي حيث خطته أنامل أبناء المؤسسة الدينية فيه من العبق الجزائري الرسين فيه من المصطلح القرآن فيه من المصطلح السياسي فيه من الحكمة ما جعل فقراته يعني متوازنة وهادفة ولا يختلف حولها تتكلم سيد عيسى بالأخضر تتكلم على بعض القيام الدينية ورجالة العلم ورجالة الدين في ذلك الزمان الذين خطوا بيان أول نوفمبر بيان أول نوفمبر أيضا جاء شرارة أو انطلقت شرارة الثورة التحريرية ببيان أول نوفمبر الذي تزامن مع ذكرى ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الزمان أي رسالة هل هي صدفة أم هو الحساب والتخطيط في ذلك نعم هو حينما نتكلم عن ثورة الجزائرية ونتكلم عن ثورة تحريرية المجيدة سبع سنة وثنة ونقول أن هي استخلاص للتجارب وهي الشوط الأخير في المقاومة المتعددة الوسائل بالقلم بالسيف بالدماء إلى آخرها فمعناه لا يوجد مجال للصدفة تماما الجزائريون من طبعهم أنهم يجعلون من المولد النبوي الشريف ليس مناسبة كغيرها من المناسبات بما فيها الأعياد الدينية الأخرى الجزائريون يعتادوا أنهم كرسوا عبر التاريخ حينما يأتي المولد يقدمون فيه أحسن القصائد والمدائح النبوية الشريفة التي تفوقوا ربما لغيرهم من الأمصار ويكفي بردة الإمام البوسيري الدلسي الجزائري الأصل أيضا الجزائريون يعني حتى أيام الاستدمار سنة 1921 الحرب العالمية لم توضع تضع أوزاره ولكنهم شاءوا أن يدخلوا في مجالات أيضا قافية يعرفها العالم مثل كرة القدم فأسسوا فريق وسموه المولودية بليلة مولد النبوي الشريف الجزائريون من حبهم للمصطفى صلى الله عليه وسلم وبغضهم للكافر والهجمة التنصيرية التي أتى بها لفجري وأعوانه أرادوا أيضا أن يجعلوا من مناسبة المولد النبوي الشريف أرادوا أن يعطوا فيه هدية يقدموا فيه هدية للرسول صلى الله عليه وسلم وهم أن يفجروا ثورة تحريرية فيعيدون شمال إفريقيا ويعيدون هذا البلد الكبير العظيم الذي حرره الصحابة والتابعون ويعيدوا إلى حضرة الأمة الإسلامية فقرروا أن يفجروا الثورة بمناسبة المولد النبوي الشريف ولذلك تغنى شاعرهم يا محمد مبروك عليك الجزائر رجعت ليك إذن أنت حبيت تقول ردوا على الرئيس الفرنسي الحالي ماكرون بأن الجزائر الأم ما ردوا عليه منذ سنوات بشارارة انطلاق الثورة ونسبوها إلى أمة خالدة وباقية لكن خلينا ربما في جانب آخر من خطو البيان بيان أول نوفمبر عيسى بالأخضر ما الذي كان يميزهم ما هو السر الذي كانوا يحملونه حتى جعل هذا الخط الذي خطوه هذا البيان الذي كتبوه دستورا للجزائري وصالح لكل زمان ولكل مكان أولا نسبة للجزائريين عبر تاريخ الاستعمار منذ 1830 ينسى الناس حينما نتكلم عن الثورة التحريرية وكأن الناس حينما دخل الاستعمار استقبله بالورود لا كانت المقاومات نحن نعرف أن طلبة المدارس القرآنية وأهل التكاية والزوايا والجمعية الدينية قاوموا سبعين سنة هذا لا ينبغي أن نغفله الثورة الأخيرة كانت عمرها سبع سنة وثون نصف ولكن المقاومة بعد دخول الاستعمار سبعين سنة الأمر عبدالقادر بوبغا المقراني الشيخ الحداد للفاطمان سومر أولا الزعاتشا ثورة سيدي سليمان الشيخ أمود وهكذا فهذه المقاومات المتتالية سبعين سنة يدل على النفس الطويل يدل على التمسك بالمبادئ يدل على أن الهوية متغلغلة وتراب الجزائر معجون بثقافتها وبمرجعيتها كما أضافت له الثورة التحريرية يعني أن خلطته بدماء شهدائها الثنين أن الاستعمار بمقدار ما أمعن قتل الهوية والقضاء على اللغة العربية والقضاء على المدارس وسياسة التجوى الأمية التي رفعها لدرجة بعض الأهم الأرقام تقوم ما بين 95 إلى 97% تركه أميين ولكن لم يستطع أن يخفض بالنسبة لوعي الجزائرين بهويتهم ولا واحد بالمئة هوية حرف كانت صحيح حاول أن يقلص يرفع من نسبة الأمية ولكن الأمية بمعالم الهوية أبل أن الجزائرين تعودوا من تاريخهم أن يحفظوا فقههم وسيرة نبيتهم في الأرجوزات ولو كانوا يرعون الغنم إذن الجزائريون اليوم لا عندهم مشكلة في الهوية مشكلتهم في الهوية لا توجد مشكلة في أعماق أي جزائر في الهوية صحيح أنه الآن في إطار العولمة في إطار التواصل الاجتماعي أحيانا تزور بعض المقايا أحيانا تبتر فواصل من التاريخ وهنا يقع التشويش ولذلك وجب أن نتنبه إليها حينما نتكلم عن الثورة التحريرية لا نفصلها عن الخميرة التي تربت أحداث 45 حينما خرجوا بالمسالمة وخرجوا ليحمنها إلا العالم الجزائي وكانت الإبادة من فرقات البحر ومن الطائرات الطيارة السفرة ومن المدافع وغيرها بهذه البشعة هذا حرك في الشعب الجزائي الحركة الوطنية التي تنطلق من العشرينيات بعد المقاومة التي كادت تتوقف وبدأت الحركة الأقلام أيضا طلب الجحافل الطلبة الذين يتوجهوا إلى تونس وإلى القاهرة يتعلمون في بعثات خارجية خلطوا الحركات التحريرية في العالم عادوا بوعي كبير ومنسب الوعي مرتفع وجدوا أن هوية قوية وصلبة فلذلك الجزائرون كانوا متمسكين بهويتهم ولذلك الاستدمار الفرنسي وطبيعة المستدمر دوما غالبا ما يكون غبيا نتيجة حقده وصلفه فإنهم يتصورون بمزيد من العناد لكن حينما انفجرت الثورة التحريرية ما هي إلا تأكيد على إصالة الجزائريين أنهم متسكين بهويتهم وثوابتهم 100% نعم أنا أعلم ربما ارتباطاتك والتزامات تقتم في هذا اليوم يوم احتفال الجزائريين ومسؤولياتك الكثيرة والكبيرة اليوم الوقت أيضا يمر أستاذ عيسى بالأخضر واجب ذلك الزمان في أثناء وإبان الاستعمار الفرنسي كان حمل السلاح والجهاد من أجل تحرير الوطن وتحرير البلد ما هو الواجب اليوم واجب الجزائريين اليوم للحفاظ على هذه الأمانة والحفاظ على رسالة الشهداء والحفاظ على رسالة الأباء والمجاهدين ونحن لا نكاد نجد عائلة ولا نجد أسرة صغيرة كانت أو كبيرة إلا ولها ارتباط وامتداد مع شهداء هذا الوطن الواجب الذي يحتم عين التاريخ وتحمله لنا الأمانة أمانة الشهداء اليوم هو أن نتمسك به أسلافنا نحن نلاحظ أن الرابط بين الذين فجروا الثورة الحريرية والذين قاوموا الاستعمار بالسلاح في البداية والذين قاوموا بالقلم والذين قاوموا بالفن والذين قاوموا بكل الوسائل الرابط بينهم أنهم تمسكوا بمعالم هويتهم وظل في أعينهم العدو واحد العدو الذي يحاربون العدو هو ما كان معادي للدين معادي للوطن معاديا لقيمنا وتاريخنا فالآن كل صيحة تمس من كياننا المعنوي أو المادي فهي عدا كل شيء يقوي لحمة اقتصاديا تربويا سيسيا فهو من صميم وطنيتنا ولذلك الجزائرين مختلفوا مجرد أن خطى مسودة البان أحد أبناء الجزائر الباررة وابن الشيخ المهاجي الزاوية للغرب الجزائري خطى المدى الأولى ما كان من تعديلاتها إلا ملاحظة وعبرت عميركل ولذلك الجزائريون حينما تكلم السيد رئيس الجمهورية في الأيام السابقة وصرح حينما قال الجزائر قوية ويويح من يقترب منها والجزائر بهوية وشخصيتها كل الشعب الجزائري كان على قلب رجل واحد والمشهد البارح في مقام الشهيد يعني الذين حضروا منتصف في الليل بالآلاف من الشعب لا أحد أخرجهم نساء ورجال وصغار وأطفال وفرح حتى غادرنا المكان يعني في الساعة الأولى من فجدر هذا اليوم وتركنا الناس يمشون في الشوارع هذا الاعتزاز هو أوجب واجبات الذي يبقى أن نعيش به بعدها كل المشاريع يمكن أن تنجز إذا كانت هذه الروح نابعة منا ومتمسكين بها وورثناها لأبنائنا حتى لا يأتي المزيفون لأن فيه لا نخشى العدو اليوم أن يعيد الكرة ولكن نخشى أن تزيف بعض المعطيات بعض الاستفزازات تشوي التاريخ وخاصة الذين يراهنون على قسر الذاكرة ولذلك السيد الرئيس الجمهورية جعل يوما للذاكرة حتى نذكر ذاكرتنا العلمية ذاكرتنا الروحية ذاكرتنا الجهادية لا يمكن أن ينسينا فيها أحد أكثر من ذلك أنت تقول أنه بالأمس كان جل شباب الجزائر ونساء الجزائر وحتى أطفال الجزائر يحيون ذكر أول نوفمبر بساحة مقام شهيد نوفمبر نحن لسنا أن يحييه بل هو الذي يحيي فينا الوطنية ويحيي فينا بعض المعاني الوطنية نوفمبر كان ذكرى لاندلاع الثورة اليوم أصبح غير ذلك أصبح نوفمبر ذكرى اندلاع الثورة أصبح دسترة بيان أول نوفمبر في دباجة الدستور الجزائري وأيضا نحن مقبلون على إنكابات محلية سنذكرها وتذكرنا بشهر نوفمبر شهر الانتصارات والإنجازات بالنسبة للجزائريين كلهم نعم نحن حينما نتكلم عن نوفمبر الآن أنا ألاحظ في هذه الأيام الذين يتكون عن نوفمبر الذين يرددون أشعار يعني الشعراء الزائريين محمد العيد ومن باديس وغير وكان يسمعوني لأول مرة لأن الإنسان حينما يكون حاضر الذهن حاضر الذاكرة حاضر البال على وقع الأحداث والتحركات التي تأتي من هنا وهناك يصبح يعرف أن لكل كلمة دلالتها وأن الذين خطوا البيانات في التحرير وأن الذين قالوا المقلاتهم يكونوا يقولونها عبثا ولا من الأوقات بل كانوا يقولونها من صميم قلوبهم ومن أفكارهم الإيجابية فلذلك الآن فيه الشعور من الوطنية الحمد لله مرتفع لكن أن نبقى نعيش للعاطفة اللحظية فهذا خطأ البناء الحضاري الحضارة تبنى ليست تبنى الوطف تشحنها ولكن تبنى بالرؤى تبنى بالمخططات بالمشاريع ومن الأشياء التي جسدت هذا سنة 2019 حينما وقعت الهزة وثار الناس على بعض الانكسارات التي وقعت في مسار الدولة الجزائرية حينما بعد ذلك الناس تبحث عن البداية حينما شارعنا بعد ما يقارب السنة شارعنا في تجديد المؤسسات وبناء الجزائر الجديدة بدأ الناس يستعيدون عزتهم لكن الآن فيه جزء آخر كان ربما يرى أن الأمر قد يكون وقد لا يكون ليهم ولكن الآن يتأكد كل جزائري بعدما مر الشوط الأولى الانتخاب الرئاسية وأصبحت الجزائر لها رئيس منتخب بشرعية لا يطعن فيها لا عمل ولا صديق وبعد الانتخابات التشريعية بقت المحطة الأيرة كما قال القائمون عليه أن يسموها يعني أبصم وأتمم فإن شاء الله حينما استكمال المؤسسات هو الذي الآن يعطي سالة لأعداء الجزائر والمتتبعين والمترصدين بأن الجزائر صارت قوية قوية بمؤسسة العسكرية قوية بمؤسسة الثقافية بمؤسسة الإعلامية وقبل هذا وذلك قوية بمؤسساتها الديمقراطية وبنائها الدولة الاستكمال بناء الدولة الحديثة وتصحيح مواطن الخل هذا هو الذي ينبغي أن نعمل له كل في ميدانه لأن الدولة القوية لا يكفي أن تكون لها مبادئ عظيمة ولكن يكون وراءها أناس كسلاء ينبغي أن يكون أناس جديدين قبل أن أختم معك الأستاذ سبل أخضر شباب ذلك الزمان شباب سنة 1954 حملوا على تفهم تحرير الوطن ما هي رسالتك إلى شباب اليوم؟ الرسالة التي ينبغي أن نعيها جيدة هي أن الوعي الوطني نحن في أج ما نكون إليه الجزائر بخيراتها نعم وينبغي أن نحرص على هذه الفرصة التي استكملنا فيها بناء المؤسسات وصارت الجزائر قوي بها نحرص أن نستثمر في الزمن ونستثمر في المكان ومعالم هويتنا تبعثنا إلى الفخر أنا منذ أيام قد استقبلت وفود من إفريقيا جاءت تزور الجزائر تزور صلاحائها وتزور شخصياتها والبارحة كانت وفود أخرى حينما يتكلمون عن الجزائر بعجبين خرافي يعني نحن نشعر بأن أبنائنا لا زالوا نشعروا بهذا المجد سواء بما استقطبته الجزائر من التعبير عن الحركات التي كانت تأخذ يعني نبراسها في التحرر أو الهيئات العلمية أو انتشار الأخلاق والقيم التي كانت الجزائر منذ قديم الزمن بمؤسساتها الصوفية والتباوية ونشرتها في إفريقيا لا زالوا يحتفظوا بهذا الجميل علينا أن نثمن هذا ونشهد إلى الأمام ولا نلتفت إلى المناوئين أو المناوشات التي تضيع علينا الوقت وتضيع علينا الفرص لأن الجزائر كبا ليس بجغرافيتها وهي كذلك فقط وليس بتاريخها وهي كذلك فقط ولكن كبيرة أيضا برجالتها ونسائها والمعالم بدأت تظهر إن شاء الله على الشبابنا أن يعتز وينطلق إلى الأمام بدون التفات هل تظن تعتقد بأن شهداء هذا الوطن شهداء الوطن وشهداء الثورة التحريرية اليوم راضيين على الجزائر وعلى شباب الجزائر شهداءنا إن شاء الله راضون ما دمنا أوفياء للوطن وما دامت قيمنا في حصانة وما داوت موافو الجزائر فرح بها الجيران قبل أبناء الوطن فأظن أن هذا الشهداء يرضون عننا في قبورهم أظن أن بن مهيدي وعميروش وسيل حواس وغيرهم وأظن أن عبد القادر بن باديس لا يهنأ لهم بال إلا حينما يروا هذه الجزائر المتلحمة بهذه اللحمة يرون ذلك المشهد البارحة ويرونه اليوم كلاما وميدانا وقوة وحصانة للبلاد أظن أن هذا يجعلنا نطمئن لأننا ندرك أن الذين أدوا وجبهم كاملا هم الشهداء ولكن التعبير عن الوفاء هو حينما نسير في حقهم وحينما يغضب مننا أعداء الأمس وأعداء اليوم نشعر أننا في الطاقة الصحيح وما الاستفزازات الأخيرة إلا دليل على أننا أصبحنا أقوى من أن يناور علينا أحد مثل مناورات الأمس التي نرد لها نرد صاعها صاعين كما فعلنا نصب إليه دائما أن تبقى الجزائر أمينة مستقرة وأن نحافظ على أمانتي ورسالتي أبناء وشهداء هذا الوطن إلى هنا يأتي نهاية الفقرة الأولى مع الأستاذ عيسى بلخ مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالجمعية الدينية مشاهدين الكرام فاصل قصير ولا نعودة فلا تذهبوا بعيدا نظيف فيها ضيفين كريمين نستضيف فيها محمد عباد رئيس جمعية مشعل الشهيد والمؤرخ والدكتور الجامعي مولود عويمر الفاصل قصير ولا نعودة فلا تذهبوا بعيدا موسيقى 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة